مرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الفلاحة نشر الخصة بكم تم الفلاحين وليتشوفوها كل يوم على قناتكم قناة النهار بالنسبة لها 20 أكتب 2017 نتوقع بإذن الله حال مستقل على العموم على السهل الغربي لكن تبقى تحشبية تكون رعادية أحيانا على متجا والأوراس نقول للفلاحين أنه درجات الحرارة في صبيحة الحر إن شاء الله رح تلحق بإذن الله الحوالي حدش درجة على السهل الغربي والأوراس نسجلوه عشر درجات على متجا بالنسبة لدرجات الحرارة اللي نتوقعها خلال ظاهرة الحد إن شاء الله رح تلحق بإذن الله حوالي 24 درجة على متجا نسجلوه 22 درجة على الأوراس و27 درجة على السهل الغربي نتجه مباشرة نسبة الرطوبة واللي تعطب العنصر مهم في الميدان الفلاحي توقعت مصادر الأرصاد الجوية والحد إن شاء الله معدل الرطوبة يلحق حوالي 70% على متجا والسهل الغربي وسجلوه حوالي 60% بالأوراس نتوقع هبوب رياح تبقى دائما ضعيفة على كامل السهول الشمالية للوطن تتراوح سرعتها ما بين 10 حتى العشرين كم في الساعة حاب نقول للإخوة الفلاحيين إن شاء الله رح تنعدم الأمطار على السهل الغربي لكن تبقى تطح ويشتاء على متجا والأوراس والكمية دين توقعها ما تتعداش 5 ملامتر نتمنى أن هذه المعلومات رح تفيد كل فلاحيين المتوجدين بالتراب الوطني نشكركم على المتابعة إلى اللقاء